قانون التعليم اشتغلوا على سنوية العامة وخلوها سنة واحدة جميل جدا ده رأي مجلس الشعب رأي البيوت المصرية رأي المتخصصين في التعليم هل شايفين ان مشاكل التعليم كلها بتختزل في ان احنا بدلا نخلي سنوية عامة سنتين نخليها سنة هل شايفين ان احنا كده هنبقى حقيقي بنضغط الطالب ونزود عليه عبء ولا العبء بدلا ما هو على سنتين فنبقى احنا خليناها على سنة واحدة يعني حقيقي انه كلام كتير جدا بخص قانون التعليم في التعديل اللي حصل وكأن ان مشاكل التعليم المصري حلها فانه السنوية العامة بدلا ما تبقى سنتين تبقى سنة واحدة الحقيقة النهاردة هيكون منورنا في فقرتي دلوقتي الاستاذ سامح عبدالعزيز وهو المستشار القانوني للمركز المصري للحق في التعليم سبع الخير سبع الخير اهلا بحرطك سامح وتشرح لنا بالزبط التعديل اللي حصل هل هو زي ما انا شرحته بالزبط ولا هل في اي اختلافات يالا وسهلا فانه التعديلات اللي طرقت واللي اقرها مجلس الشعب المدة 28 والمدة 29 من القانون 139 لسنة 81 اللي هي خاصة بمشكلة السنوية العام عاوزين نقول ان التعديلات ديت او احنا المفترض احنا كمجلس شعب وتشريع المفترض ان احنا ننظر للتعليم ككل مش اختازل مشكلة السنوية العامة واقول للناس انا كمجلس شعب اقول لهم ان انا كمجلس شعب شغال وشغال قلبي على الناس وبتكلم من جوة وايه المفترض ان احنا نعمله ايه المفترض ان المفروض نعمله لا احنا بنقول ايه للناس احنا قلبنا عليكم القانون السنوية العامة أو المادة التي سنحاول نعدلها لكم ونحاول نشيل الدروس الخصوصية من عليكم ونحاول نخفل الكاهل من عليكم للأسف الشديد نحن كده ليس نقلل القانون بتاع التعليم ولا هنقلل برضك بالكاهل بتاع السنوية العامة المفترض أن ننظر للتعليم كمنظومة التعليم ده أسمى شيء في لجوة أن الطالب يتعلم كويس، هينت كويس، يبقى فيه المحامل كويس، المهانس الكويس المحامل كويس، المزيع الكويس، المحاسب الكويس منظومة التعليم كلها منظومة مشية على أخطاء احنا اختزلنا حاجات كتير قوي في السنوية العام مجلس الشعب لازم يشتغل كويس قوي ويرأى ربنا في اللي بيعمله للأسف الشديد أنا مش عاوز أقول حاجة تحسب علي أنا عاوز أقول أن مجلس الشعب المفترض أنه ناس الشعب اقترهم المفترض أنه ناس الشعب اقترهم يشتغلوا في قانون التعليم يشوفوا إيه المفروض الناس تعملوا نشيل المفروض بقى ناخد قانون التعليم ده نغيره بالكامل لأن فيه عوار دستوري فيه عوار وإحنا تعانين عليه كما في المركز فيه عوار قانوني للأسف الشعب لحد الآن لحد الآن ما فيش ليحة تنفيذية للقانون من سنة 81 لحد الآن ما فيش ليحة تنفيذية للقانون أي منطق أي منطق عايزة حدثك تشرحي أكتر في نقطة دي يعني إيه الحد دلوقتي ما فيش ليحة تنفيذية للقانون وإيه بالضبط التعديلات اللي حصلت عشان نقدر نتكلم عنها جزء جزء التعديلات اللي حصلت المادة 28 والمادة 29 من القانون دوت نبسط بس للمشاهد اللي بينصوا على إيه بالضبط بينصوا على يعني حاجات كلها يعني المفترض أنه هو من ثلاث سنين بدل ما هو سنتين يبقى سنة واحدة سنة واحدة ده الخاص بسنوية العام التمن المواد اللي هم بيتكلموا عليهم للأسف الشديد بردك هيبقى فيه كاهل على الطالب وعلى الأسرة بدل ما كان التمن مواد على سنتين هيبقوا على إيه وتمن مواد أساسين لنهما ما فيهمش خزيات التمن مواد دول هيبقى على سنة واحدة بالتالي هيزود الدروس الخصوصية هيزود العبء على الأسرة المفروض بقى أن احنا نعمل إيه نعمل قانون قانوني يجرم التربح من التعليم من الدروس الخصوصية بالذات ده المفترض أن مجلس الشعب يعمله يصدر قانون بعدم التربح من الدروس الخصوصية هو ده المفترض دي مأساة للأسف الشديد المدارس النهاردة الأمور كانت ماشية إزاي المدارس النهاردة كان بيشتغل بمية وعشر عقد مية وعشر أنا كمدارس لما يجي أقف قدام طلبة واشتغل وأشرح وأنبح صوتي وهياخد آخر الشهر هيتخص منهم أكيد خمس شهر سبعتاشر جنيه هياخد آخر الشهر الثمانين أو خمسة وتمانين أو تسعين جنيه أي منطق يعني ده أنا سميه مما يزيد الطين وبلة للأسف الشديد حقيقي أن أي منطق بيقول أن المدارس يجتهد ويحط معلومة ويوصل معلومة للطالب دوت وهو مش قادر يعيش ومش قادر يحيى بالذب المفروض نبص للمنظومة التعليمية كلها بالكامل المنظومة التعليمية فيها حاجات كتيرة أو بيزة من أول الفراش لحد أكبر حاجة في التعليم أنا كمجل الشعب المفروض أصدر قانون أقول فيه أن القانون دوت فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وعاوزين نبص لصالح العام ما بصوش هم ما سفوش أي حاجة الطريقة والقالية اللي المفروض ماشي عليها حلوها اللجنة التشريعية اللجنة التشريعية قالت إيه؟ قالت رأيها ما جابتش الخبراء ما جابتش المختصين ما بصتش للمنظومة التعليمية ما كدتش رأيي الطلبة ما كدتش رأيي أولياء الأمور ما كدتش أي حاجة خالص كل هدفها أن إحنا قلبنا عليك أولياء أمور هنقلل الدروس خصية للأسف هيبقى فيه فيه زيادة على الطلبة أحاوز أقول بردك تاني إهدار للمال العام الكتب اللي اتطبعت خلينا نشرح بس للمشاهدين جزئية الكتب اللي اتطبعت لأنه الأستاذ سامح وزي ما حضراتكم كمان مش عارفة لو عاركين ولا لا أنه القانون ده هيتطبق من السنة دي يعني من 2012 بمعنى أن الطالب اللي موجود دلوقتي في أولى سنوي السنة الجاية هيبقى تانية سنوي اللي بعدها سنوية عامة مش هنستنى لحد منطبق القانون على مثلا الطلاب اللي هم هيبقوا في تالتة إعدادي مزبوط؟ تمام فهم آه يعني المفروض متهيق لي أنه الطالب اللي دلوقتي في تالتة إعدادي يبتدي نأهلو أن سنوية عامة بتاعته هتبقى في أولى سنوي في تانية سنوي في سنوية عامة لا هو أولى سنوي وبعدين تانية سنوي والسنوية العامة على طول هتطبق من الطلبة اللي في أولى سنوي دلوقتي تمام الفكرة فاندم من وجود نظرنا أن السياسات الحكومية والحكومات السابقة والنظام اللي كان شالجال قبل كده كان قائم على تحويل تحويل التعليم من حق إلى سلعة الدولة مفروض أنها تكفل حماية هذا الحق الدولة ومؤسساتها وسياساتها العامة ما كانتش بتعمل الكلام ده كان كل تفكيرها أو الله أنا ما كان بيفكر ولا لأ يعني أنا مش عاوز بردك أقول أي حاجة تتحسب عليها غلط بس أنا ما عنديش مشكلة خالص أن أنا أقول الصح والغلط فين لأن ده شهادة قدام ربنا حقيقة في خطأ قانوني نرجع على الخطأ القانوني اللي موجود أنا مفروض أطبق القانون ما طبقوش بأصل رجعي ليه بأصل رجعي القانون هنا لازم يستفيد منه اللي طالع ليه لأسف شديد حق هو بيقول اللي في سنة أولى السنة دي سنوي هو اللي يستفيد منه إزاي وأنا كطالب داخل نظام معين ومقاهل نفس نظام معين ومفروض أنا ما غيروش أدي من ضمن بس العوار وده رجعنا بقى للكتب اللي اتبعت والميزانية والدار المال العام كتب اللي اتبعت هنا تخيالي ان احنا بنصرف 2.8 مليار جنيه على طبق القتب دي يعني فيما يوازي 200 مليون وحاجة سنويا تخيالي القتب دي وتروح لفين عاديك تعلمي بقى هتروح ترمس ترمس طعمية وبطاطا وكلام من ده للاسف ده مش ده هضال للمال عام احنا كمحامين وكمركز نحمي الحق في التعليم تقدمنا بعدة بلاجات أيام الوزير السابق أيام الوزير السابق اللي كان موجود في حكومة شرف كان عمل كتيب صغير كده كتيب صغير بيقول فيه ان انا انجزت حاجات كتير قوي إيه اللي انجزه ما انجز شيء وطبع كتب ووزع على 28 محافظة وأهضر مال عام كل واحد يفكر ازاي يظهر وينفذ أجندة وينفذ أفكار حزبية للأسف وما بصوش للتعليم أنه المفروض ينقى بعيد عن الأفكار الحزبية وبعد عن الأجندات وبعد عن أي تفكير ننهض به عشان أطلع جيل محترم جيل كويس جيل يقدر يدافع عن البلد وجيل يقدر يوازي التطورات اللي احنا فيها والصورة اللي احنا فيها المجيدة اللي احنا شغالين عليه أستسامح أفتكر أنه مشاكل التعليم حقيقي طبعا ما احترمنا الشديد والكبير لكل المتخصصين ولكن مشاكل التعليم حضرتك لو جبت وليه أمر طالب هيقدر يقولك ايه هي مشاكل التعليم وبيت المصري بيعاني من ايه مشاكل التعليم لو ابتدنا من الأطفال مثلا لو تكلمنا في مناهج عندنا فيها مشاكل لو تكلمنا في المعلمين وأجور المعلمين وعدد الطلبة في الفصول ومده قدرة استعاب الطالب على المعلومة لأنه عدد كبير جدا وحيي أن المدرس ما عندوش القدرة أنه يشرح لكل الناس دي مثلا لو تكلمنا عن التنسيق ومشاكل التنسيق اللي بتواجه الطلبة في السنوية العامة أنه ليه الطالب عندنا في مصر ما يختارش الحاجة اللي هو قدر يشتغل فيها الحاجة اللي هو بيحبها الحاجة اللي هو قادر يديها للتنسيق يفرض على الطالب حاجات يعني دينا مشاكل كتير قوي في التعليم أنتو كالمركز المصري الحقيقة لإعطاء الحق في التعليم في مصر أفكر أنكم قدمتوا أكتر من مقترح لمنظومة التعليم كلها ولتطوير منظومة التعليم كانت إيه المقترحات غير الحاجات اللي احنا نتكلم فيها مع حضرتك دلوقتي أولا إحنا تعانينا على معدن دستورية القانون التعليم اللي فيه عوار دستوري وعوار قانوني منها على سبيل المثال أن الملوش تحت انفيزي مقدمين بلاجات للنائب العام كثيرة في أمور كثيرة وفي مخالفات كثيرة في إدارة المال العام بالنسبة للوزراء وخلافهم مقدمين تاني طعون بمجلس الدولة ودائما إحنا المركز دائما بيساعد المنظومة التعليمية كلها بالكامل وكل من يلجأ إلى المركز لا أحد يتوانى في مساعدة هذا أو الشخص الذي يعمل في المنظومة التعليمية عندنا برضا تعانيين بعدم دستورية هذا القانون وتعانيين بعدم دستورية قانون المهن التعليمية الخاص بالمدرس المدرس هنا لازم أحميه لازم أقدره حقيقي المدرس لو اتحمى وقدر هيتطلع لي طالب انتاج جميل وانتاج ممتاز المدرس مهضور حقوقه على سبيل المثال أنا ذكرته في بداية كلامي أن المدرس ما كانش بيأخذ أي حاجة خالص دلوقت الأمور اتعدلت شوية ليه لجينا تكليف زمان أيام كولفكولات تربية ليه ليه أشغل بالحصة وأنا قادر أن أنا يعني أزبط أمور المدرس عشان ينتج لي طالب ممتاز وطالب محترم وطالب يقدر يكتهد ويفيد بلده ما فيش كده خالص لحد الآن لحد الآن برضا المنظومة التعليمية كلها بايزة لازم لازم نغير قانون التعليم قانون التعليم لو تغير وتعدل يعني مش أول تعدل لا يتغير كله بالكامل زي ما بيحصل في الدول الموجودة والدول المتقدمة برا القانون نفسه محتاج يتغير لازم يتغير لازم يتغير في عوار دستوري وعوار قانون وخلاف كتير أول أفتكر أن في عضو من أعضاء مجلس شعب كمان نتكلم في أنه يمكن لو تفتكروا مشاهدينا فترة التحسين اللي كانت عملت من سنين لما كان فيه تحسين لتانية سنوي ولتالت سنوي وده كان بيساعد الطلبة أوقات على رفع مجموعهم طبعا علشان مقساة التنسيق لكل البيوت المصرية بتعاني منها أفتكر أنه فيه عضو من أعضاء مجلس شعب قالوا أنه قصة التحسين دي حرام أنا سمعت قرأت أمبارح مش سمعت في صحيفة من الصحف أن مجلس الشعب قال أن التحسين للأسف الشديد مخالف للشريعة الإسلامية ده موجود أمبارح أريطه في صحيفة من الصحف فمعنى ذلك أن يعني أنا مش عارف الطالب السنوي عبارة عن فقر أنا آسف يعني فقر تجارب الطالب السنوي كل يومين يطلعوا له بموال ويرهبوا الناس ويرهبوا أولياء الأمور والطالب بيخش مش عارف زهق تعب مل أولياء الأمور يعني الطالب داخل سنوية عامة بقوا كل حاجة شايلينها يعني مش عارف أقول بيعانوا معاناة شديدة ليه؟ لأن احنا مش عارفين نشرع ونقنم قانون محترم يساعد على توصيل المعلومة للطالب ويساعد على الحفاظ على 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 كينونة هذا الطالب وإزاي يطلع يفيد بلده أنتو كمركز مصري للحق في التعليم هتعملوا إيه بقى في اللي حصل دلوقتي وهتعملوا إيه في القانون ده؟ هل بتفكروا أن يكونوا تقدموا مثلا طلب بتغييره وتعديله وتطبيقه على الأجيال اللي جاية اللي هما دلوقتي لسه في المرحلة الإعدادية؟ يعني هل هيبقى ليكم أي خطوات بعد صدور القانون ولا انتهى الموضوع؟ لا طبعا بالتأكيد إحنا كدورنا في حماية الحق في التعليم وإحنا كمركز بنحاول نساعد بنحاول نساعد على أن إحنا هنقدم إن شاء الله بإذن الله طلبات وهنطعن على القانون نفسه ونقول أن القانون ما يتطبقش بأسر رجعي القانون يتطبق بوقته والتوقيت اللي بيصدر فيه النهاردة طالب لسه داخل سنة أولى وهو داخل عارف أنه هيخش على النظام القديم مرة واحدة أنت بتاخده للنظام الجديد لا مفروض ما تطبقه بأسر رجعي طبقه من توقيته لأن القانون بيصدر ويطبق من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية إحنا هناخد إجراءات وعارفين إحنا هنعمل إيه إن شاء الله بإذن الله وإيه الخطوات اللي هنمشي عليها بتمنى الحقيقة أن عبق التعليم ومشاكل التعليم حقيقة تتحلل أنه بجد عبق كبير جدا على كل البيوت المصرية وعلى كل أولياء الأمور وعلى كل الأهالي وفي الأول وفي الآخر طبعا اللي بيدفع التمن برضو الطالب أستاذ سامح عبد العزيز أفند أعوز أقول أن حجم الإنفاق الحكومي يعني يقل عن حجم الإنفاق المجتمعي الإنفاق الحكومي أولياء جدا إنفاق المجتمعي بيصرف خوالي 15 مليار جنيه 15 مليار جنيه دون متأسمين إزاي؟ فيه منهم 7 مليار للدروس خصية و7 مليار أخرى للكتب الكارجي والإنفاق على المنظومة التعليمية من الإنفاق الحكومي يقل إنفاق على المنظومة التعليمية هتطلع جيل كويس محترم ييفيد هذه البلد حقيقي واللي أنا علمته سريعا جدا بس شباش الفقرا اللي أنا علمته إن بعض أعضاء مجلس الشعب يملكون مدارس خاص والتعليم الخاص عليه كلام كتير قوي حقيقي transmission التعليم الخاص للأسف الشهيدة عليه حاجات كتير قوي بعض أعضاء مجلس شعب يملكون مدارس خاص وهم عاوزين التعليم العام ده يلبوك ينتهي طيب أستاذ سامح عبد العزيز أكيد هيكون لدينا لقاء تاني بحضرتك إن شاء الله ونتمنى أن مشاكل التعليم حيث تتحل المستشار القانوني المركز المصري للحق في التعليم بشكل حريك على وجودك معنا هنروح لفاصل ونرجع هنكمل معاكم فقراتنا الفقرة اللي جاية هتكون مع رئيسة نيابة وعضو مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية الأستاذة نوها الشربيني وهتكون مع سارة خليكم معا اشتركوا في القناة